اتحداني يهودي ان اخلي براتيشن رئيسي لنظام الويندوز اي حرف تاني غير السي خصوصا حرف الا والتحدي ده بعد ما شاف الفيديو التقني اللي كنت بتكلم فيه عن ليه الويندوز مش بيدي الدرايف زي حروف زي اي و بي وليه دايما الويندوز بيكون على الدرايف سي ولو عايز تعرف ليه اليهودي اتحداني تعال اواريك اهلا وسهلا بيكم انا محمد غراب وفي الفيديو ده هعرفكم ازاي نغير حرف الدرايف الاساسي للويندوز من حرف السي التقليدي والتاريخي للنظام لاي حرف تاني حتى ولو كان حرف الاي ممكن تسأل نفسك يا عزيزي مشاهد هل انا مطلوب مني اغير حرف درايف الويندوز الاساسي الاجابة لا وهقول لك لا ليه في الفيديو لكن الفيديو لا اكثر من مجرد مقطع تعليمي تقني ممتع بغرض التسلية واثراء المعلومات لذلك لو كنت بتحب تجرب حاجات جديدة وغريبة في عالم انظمة التشغيل تقدر تكمل الفيديو بكل تأكيد انا مش الشخص الوحيد اللي بيقدر يعمل كده لكن اظن ان لا احد على الاطلاق اتكلم عن كيفية تحقيق ده على الانترنت خصوصا في المحتوى العربي وفي الواقع الامر سهل تطبيقه جدا ولا يستغرق الامر سوى بضع دقائق عادية لكن تنويه بسيط احنا نقدر نطبق الشرح على مستوين المستوى الاول واحنا بنعمل تثبيت جديد او fresh install دل ويندوز وده اللي هنشرحه في الفيديو والمستوى التاني هو التطبيق على نظام ويندوز قائم بالفعل وده اللي مش بنصحكم به علشان غالبا كل برامج في النظام هيحصل لها مشكلة في التشغيل وحنكون مضطرين لازالة كافة البرامج او عدد كبير من البرامج واعادة تثبيتها مرة تانية طبعا انا هنا بستخدم جهاز virtual machine او جهاز افتراضي علشان نعمل clean installation للويندوز طبعا على افتراض عزيزي مشاهد انك عندك الحد الادنى الكافي من المعرفة لحرق نظام ويندوز على فلاشة يوسي بي وعمل بوت منها لحد ما توصل لعملية التثبيت طيب بكل بساطة حنكمل خطوات تثبيت الويندوز المعتادة واللي كلنا عارفينها وفي الكارت اللي بيظهر على الفيديو حيكون فيه روابط الفيديوهات بتشرح حرق الويندوز على فلاشة وشرح لتثبيت الويندوز لو يهمكم وانا هنا بستخدم نسخة خفيفة من ويندوز 11 اسمها tiny بتشتغل بدون اي مشاكل وخفيفة جدا ومخصصة بحيث انها تتخطى متطلبات التثبيت لحد ما نوصل للنقطة دي وهي عملية اعادة التشغيل للمتابعة لتثبيت النظام من المفترض اننا ما نعملش اعادة التشغيل علشان النظام ما اشتغلش ويعمل الانشيال ستوب بتاعه لذلك حنوقف الجهاز ونشغله مرة تانية ونعمل بوت مرة تانية من الفلاشة او من وسيط التثبيت واول ما يفتح معانا تثبيت الويندوز حنحتاج نستدعي موجه الاوامر او الكماند برومت بالضغط على زر shift زائد F10 اول ما النافذة بتاعت موجه الاوامر تفتح حنكتب الامر reg edit علشان نفتح الويندوز registry دلوقتي احنا هنحتاج نحمل او نستدعي جزء من registry النظام الاساسي اللي ثبتناه بالفعل في المرحلة السابقة لان زي ما انتو شايفين احنا في البراتيشن اكس مما يعني ان registry اللي ظهر قدامنا او الموجه الاوامر اللي ظهر قدامنا ده خاص بالنظام اللي على وسيط التخزين او اللي على الفلاشة مش النظام اللي ثبتناه على الهرض المهم نتأكد اننا واقفين على ال HK local machine ومن قائمة file هنختار load hive دلوقتي هنضغط على zpc ونروح لدرايف لسي وبعدين نروح للمسار ويندوز ثم system32 ثم config وبعدين نختار system ونضغط على open ونخصص له اي اسم وليكن local disk مثلا وزي ما انت شايف عزيزي مشاهد هنا الرجيستري الفعلي للويندوز اللي ثبتناه من دقايق وده اللي احنا محتاجين نعدل عليه اللي يهمنا حاليا هو mounted devices هنبص هنا هنلاقي dos devices c نضغط على right click ونختار rename ونغير اسم درايف لحرف A لكن لاحظ ان هو لازم يكون حرف capital دلوقتي نقدر نقف الرجيستري ونرجع لموجه الاوامر نكتب الامر disk part واول ما يفتح معنا disk part نكتب الامر list volume هنلاقي drive c على volume 1 نكتب الامر select volume 1 طبعا الرقم ممكن يختلف على حسب يعني من جهاز للتاني لكن غالبا هيكون volume 1 ونكتب الامر remove وده الامر مسئول عن حزف حرف الدرايف وبعدين نخصص للدرايف حرف تاني باستخدام الامر assign letter يساوي حرف A وبعد كده نقطتين فوق بعض نكتب الامر exit علشان نقفل ال disk part دلوقتي محتاجين نشوف البوت record لو مصبوط ولا لا هنكتب الامر bcdedit ودلوقتي لو الwindows bootloader تحته البراترشان بيساوي A يبقى كده الدنيا تمام وامورنا سليمة ولو لقيت الحرف ده لسه C بقى انت ما طبقتش الخطوات بشكل سليم يا عزيزي مشاهد انما ما تقلقش نقدر نكتب الامر التالي bcdedit slash set وكلمة default بين قصين وبعد كده device وبعد كده براترشان بيساوي A نقطتين فوق بعض زي ما احنا شايفين successfully نطبق نفس الامر تاني لكن نضيف OS قبل كلمة device علشان نغير المتغير ده برضو لبراترشان A وزي ما احنا شايفين successfully تاني دلوقتي نقفل الجهاز ونشيل الinstallation media او الفلاشة او الفايل ISO اللي احنا عاملين بوت منه ونشغل الجهاز مرة تانية بعد ما الجهاز يفتح الwindows هيكمل معنا الانشيال ستوب او باقي عملية التسبيت المعتادة لكن drive النظام هيكون واخد حرف A بدلا من حرف C التقليدي والتاريخي لنظام ويندوز ولو حبنا نجرب نضغط على زر shift زائد F هيفتح معنا موجه الاوامر من المسارى اللي بيبدأ بحرف A زي ما انتو شايفين نكمل بقى باقي عملية تسبيت النظام علشان لما النظام يفتح ونشوف النتيجة A نفتح ZSBC ونشوف الدنيا ونشوف ملفات النظام هنلاقي ان كل شيء تحت براترشان A وكله تمام دلوقتي الامر نجح وكله تمام لكن في بعض الاسباب اللي ممكن تخليك عزيزي مشاهد لا تفضل تطبيق الطريقة وهو طبعا الويندوز نفسه هيشتغل معاك بدون اي مشاكل اطلاقا لكن من خلال تجربتي ممكن تواجهك مشاكل مع بعض البرامج اللي مش هيعجبها الوضع لانها مبرمجة بشكل يسمى hard coded بطريقة ما بتخلي البرامج دي افتراضيا بتتعامل مع النظام على انه بيكون موجود فقط على Drive C خصوصا البرامج اللي بتنزل بشكل افتراضي على Drive C لكن لو اي برنامج بيسمح لك عزيزي مشاهد باختيار Drive لتثبيت البرنامج عليه بشكل تلقائي او البرنامج بشكل تلقائي بيقدر اتعرف على براتشن النظام فدي نوعية البرامج اللي هتشتغل معاك بدون اي مشاكل انا لحد دلوقتي ما هجتنيش اي مشاكل مع اي برامج كبيرة سوى مع برنامج Adobe Lightroom شكرا لمشاهدة واتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو وعلشان الخوارزميات الغريبة بتاعت يوتيوب ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب مشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين واهم حاجات فعالوا زر جرس التنبيهات للكل علشان يوصلكم مشعار لما يكون في فيديو جديد مش هطول عليكم انا محمد غراب اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله سلام